عند الأقد البلجيكي بيقدم اتنين ونصف مليون دولار لعرض لاترة زجيكي، يمكن ترزيكييت عرض عليه trick 500mm وبعدين زاده المليون وبعدين الأهلي رفض ان البتدى عايزززيد العرض توصل لتين ونصف مليون دولار مقابل ترزيكيه وأنا شايفينها خطوة كويسة جدا لاترة زجيين الميلعب في بلجيكا، بلجكيكا من الفئرق أو يعني من الدوريات اللي مش قوية木 ولكنها تبقى بداية حلوة جدا كتير لان اولا سوق مهم جدا بلجيكا ومتشاف من كل اوروبا يمكن متشاف طبعا من هولندا اكتر لان هولندا هي بصة على بلجيكا بشكل كبير جدا اي لعيب معظم لعيبة اللي بتطلع من بلجيكا في الاول بيطلع ممكن على هولندا او فرنسا يعني بيبقوا دايما الاتنين دولة غيبة لواحد ضرب جامد اوي ممكن يروح حتة اكبر شوية لكن دايما معظم اللعيبة اللي بتبقى قوية اوي في بلجيكا بتطلع على هولندا وبتطل على فرنسا فهي يعني عرض كويس جدا للعيبة تسجيع اعتقد في حيويته ونشاطه والشكله وشغله ده والجهد البدن اللي بيعمله والمهارة اللي موجود فيها اعتقد هيبقى اضافة كبيرة جدا وهيشتغل ممكن سنة سنتين بالكتير ويطلع لبطولات اخرى اقوى من بلجيكا بشكل كبير لكن هي المشكلة بقى النادي الاهلي هيوافق ولا مش هوافق النادي الاهلي جايله او جايد الوقتي في وقت هو بيعمل فرقة جديدة المسلم القادم انتوي خلاص في النادي الاهلي وقلنا يمكن انفراضنا انبراح واحنا هم göreحل في الحلقة اه وتصريح ان خلاص ا ANTOY مضى مع النادي الاهلي مقابل مليون دولار يقال ان برد او عمر سولية عايزاليكو عمر سولية اه عنده رغبة ملحة نروح لنادي الاهلي وابلغ بيها العميد ابو الصعود انه عايز روح النادي الاهلي ومش نادي الزنائج عايز روح لنادي الاهلي واده وابره هايقرب قوي السولية لن هو ييلرب للنادي الاهلي اه في مرحلة انت بتجمع العربة دة اهل هو النادي الاهلي هيصيد ترزي جي وموجودة في النادي الاهلي وهو يعني ولد صغير اعتقد لو الاهلي عمل فرقة كويسة جدا مع الموجودين والاهلي قريدي عنده فرقة كويسة خصوصا في المكان بتاع ترزيجي ده في رمضان وفي ترزيجي وفي وليد وفي مؤمن وفي عبدالله السعيد وفي كريم بمبو طالع من تحت يمكن الاهلي في المكان ده عنده لعيفة كتير كويسة دي بقى وجهة نظر مدير فني ادارة فنية لجنة كورة موجودة في النادي الاهلي لان لو جابه مدير فني اجنبي هو مش عارف مين ترزيجي ومش عارف حاجة طبعا مش يبقى فاهم حاجة لكن ده قرار بقى لجنة كورة ده قرار ادارة قرار كابتين فتح مبروك الله اعلم هيبقى هيستمر ولا لا لكن اكيد ترزيجي يمكن يطلع معنا في اللقاء وقال ان هو نفسه انه يعني يخوض تجربة الاحتراف ويقضي تجربة الاحتراف فصلا يعني زي ما تركوا نادي كبير نادي اندرلغت بلعب في تشامبيونزيج على فكرة كتير على طول يعني ولاعب فيه طبعا كابتنك كبير كابتن احمد حسن قبل كده وانا شايف ان هي دوري يقدر يجيد في ترزيجي مش دوري صعب يعني دورة البلجيكي من الدورات اللي ممكن اللعيبة تقدر تطلع محطة كويسة من مصر يطلع لبلجيكي الفرق مش كبير قوي المهارات هناك يعني نوع اماني قدر نشتغل معاهم بشكل كويس يكون محطة لان ترزيجي ده يلعب فاندها كبيرة جدا بس عايز خبرات شوية اللعيب كويس وملتزم ومحترم وبيلعب كويس وبيروح يجيب جون وبيدافع كويس عندهم مميزات للعيب آآ ممكن يكون ان شاء الله نجم في المستقبل بازدنا لكن كله طبعا يعتمد على ادارتنا للاهلي وعلاقتها قوي وهم هيجيبوا مين وجابوا مين السنة الجان ده لو جابوا فرقة كويسة ممكن اعتقد او لو جابوا اتنين تلاتة ربعة العيبة كويسين اعتقد ان الاهلي ممكن يسيب ترزيجي